الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين الذي تقدم مولد نوره على كل الكائنات أجمعين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسانه لا يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من المقرر أن نعطي درسا عن استقبال المولد يوم غد ولكن هذا الدرس مقرر أن يكون مترشما بالإنجليزية والكثير من من ينتسب إلى العربي في هذه الأيام أو يدعي فهم العربية لا يريد الاستماع إلى الإنجليزية أولا يريد أن يسمعها بالعربية ولكن على ذلك تعليق لأن إخواننا العجم أكثر من العربي كثير وللأسف الأمة أيضا عربها صاروا عجما فغالبهم أيضا يتمتع للأسف باللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية والصينية وغيرها فغالب من يحمل الشهادات في هذه الأيام أكثر تمكونا في لغات العجم للأسف وهذه مصيبة أخرى فلنرجع إلى أن الغالب حقيقة عجم من الجهة اللسانية وإن كانت وصوله عربا وفي ذلك أيضا عدم صبر يعني النسان إذا كان يتطلب مقصده فلا أحرج عليه أو ينبغي له أن يصبره حتى لحظاته بعدين يسمع آخر الدرس إما أن يفكر فيما سمعه وانتظاره أيضا عبادة كما في الحديث الصحيح أنتم في الصلاة من انتظرتمها وعلى كل حال نتماشى مع الواقع حتى لا نهبط همم الحاضرين وحتى لا نعطيهم مطلوبهم كان الدرس غدا إن شاء الله على الاستقبال المولد النبوي والآن أردت أجالة من نسبة هذا المولد الشريف لأن غالب بلاد المسلمين عليهم الليلة هي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي على أول أولا نريد أن نرحب ونسلم على العامة المعمورة الإسلامية وأهنئهم بهذا العيد العظيم الكريم المبارك وهذا الشهر المبارك وهذا الرسول المبارك الذي رفعهم الله تعالى به وجعلهم به دون سائل الأنام قادة يقودون الأنام ورد السؤال وقد أجبت عن هذا مرات إلا أنه للأسف يتكرر السؤال بعد الجواب لكثير من الأمور لغفلة الناس ولمشاغل الدنيوية ولأن الكثير من المشوشين دائما يلبسون وبعدما يتيجواب يلبسون تلبسا آخر عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي وما هو موقف الشرع منه فأجيب مستعين بالله تعالى أن الأمر لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة بلا خلاف في ذلك لا خلاف في ذلك الاحتفال بين المذاهب الأربعة بلا خلاف وسأورد على ذلك الأدلة ثم سأبين حد المولد الشرعي وقد نظمت في ذلك أبياتا فليستمع إليه السامع وبعد ذلك سأورد له الأدلة مع أن مثلي لا ينبغي له أن يسأل عن الأدلة إذا سمع كلام علماء الأقدمين كما نص عليه العلماء يعني علماء الأصولي كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقل السعودي من لم يكن مجتهدين فلعملوا منه بمعنى النص مما يحضلوا وكما نص عليه أحد علمائنا أعتقد المختار بن نبونا رحمه الله تعالى في أحد كتبه ونقل ذلك شيخنا العلامة الزاهد الوريع المرابط الحاج رحمه الله الجميع ونفعنا ببركاته النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته حيث يقول وعالم الوقت يعني كمثل مرابط الحاج وكمثل أضراب وعالم الوقت إذا هو استدل بالذكر والحديث بالذكر يعني القرآن بالذكر والحديث ضل وأضل لأن أفهام العلماء الحاضرين قاصرة العمرات بالمجتهدين بلا خلاف ولذلك حدثني شيخ حد من حفظه الله تعالى ورعاه أن أبا شيخنا المرابط الحاج السالك ابن فحو كان تلميذاً للمرابط محمد بن أحمد زيدان ومكث عنده ثمان السنين بدون أن يأخذ أي إجازة كما أخبرني بذلك شيخنا المرابط حد من حفظه الله تعالى ورعاه قال إن المرابط محمد بن أحمد زيدان قال أنا بنفسي لا أبلغ شراك النعلي لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لا يبلغ شراك النعلي للمجتهدي وهذا صحيح لأنك إذا تتبعت جميع كتب سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لا يخرج في فتواه وعن مشهوره بمالك إلا مرة واحدة خرج في ذبوط الرضاع بالمرأة الواحدة وقد سبقه لذلك جماعة من علماء المالكية وانتقده يعني المعاصره من العلماء وردوا القولة وقالوا العبرة بالقولة لا بالقائل سيدي عبد الله وإن كان قال فيه بن ميابا إذ هو في الحديث لا يبارى كأن ما نشأ في بخارة وقال فيه محمد العاق بن ميابا إضافي نظم النوازل وباحثهم في أرضنا في خلفه كباحث عن حتفه في خلفه فأي مسألة ضعيفة لما يسلمها الآخر من العلماء ونحن نتمشى مع جمهور أهل المذهب إذن إذا لم يسلم لسيدي عبد الله بن الحاج براهيم مع جلالة قدره وعظم منصبه وإذ عاني العالم الإسلامي له في أنحى المعمورة في جميع المعمورة الإسلامية فكيف يسلم لمن هو مهلي قاصر الباعي إن يستدل بالحديث أو يستدل بالقرآن هذا مفروغ من هو من المعاصرين الآن أراد أن يستدل بالحديث يعني مباشرة بالقرآن بدون أن يأخذ كلام الأخدمين فهذا جور على الشريعة هذا جور على الشريعة وليستغفر القائل رب العالمين منه مليار مرات وليتب وليقول أستغفر الله من قول بلا فهم البصيري يقول أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي فهذا يقول أستغفر الله من قول بلا فهم وهذا الإمام السيطي على جلالته ومنصبه العالي قال كنت أرى المسألة وتترجع بذنه لما يترتب على ذلك في عقلية من الأدلة وأرى الإمام النووي قد رجح عكسها قبلي فأترك قولي لقول الإمام النووي وهذا حال مشايخنا الأقدمين فتطفل الحاضرين الآن وانتقادهم على الأقدمين جور وظلم فليتقي الحاضرون رب العالمين وليستغفروا للسابقين آباءهم وليقولوا كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سباقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوا في الرحيم هذا هو صعب وهؤلاء آباءنا فيجب علينا أن نستغفر لهم رب نغفر لي ولي والدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب فآباءنا الذين علمونا أو نقلنا عنهم لا بد أن نتأدب معهم ونحترمهم ونعطيهم منصبهم ونترك القيل والقال والتزندق والتطاول التطاول بلا معنى ما ضر شمس الضحاف الأفق الضالعة ألا يرى ضؤهاما ليس يا بصري من لم يحفظ المتونة كيف يتكلم في الفنون من لم يفهم المتونة ويمكذ ثلاثين سنة وأربعين سنة بعد دراسته يطالع الكتب كيف يكون في العير ولا في النفير ونحن قد مثلنا بهؤلاء العباقرة سيدي عبدالله بن حاجبراهيم والدسوق وصاحب الموني والسيوط الجلال السيوط وغيره من حفاظ الأمة وفقهائها كل منهم يتقاصر يتقاصر ويقول أنا لا يجوز للفتوى بغير مشهور مذهبي إذن يقول البناني كلاما في شرح مختصر خليل حكم قضاة الوقت بالشذوذ يرد لا يقر بالنفوذ في عصر ذلك الوقت والبناني من مشايخ السيد عبدالله بن الحاجبراهيم فهو من الجيل الذي قبله معناها مضت عليه الآن ثلاثمائة سنة فإذا كانت بناني على جلالته المغرب لا يقر ولا يجيز ولا يقبل فتوى في أيامه معارضة بمشهور مذهبه فكيف يتصدى من هو منه الآن لتضعيف الأقوال وترجحها هذا خطير جدا إذن حد المولد هو ما ذكرته وذكرته 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 حكمه عند العلماء قلت عفو الله عني وإنما أنقل فقط كلام الأخدمين قلت مولد سيد الأنام طه من المعالي كلها أعطاها إذ أبرز الله الوجود فيه وأوضح الحق للمغتفيه ونشار الرحمة في البلاد به وزال ظاهر الفساد أعظم أعياد ذوي الإسلام أشرفهما قدس من أيام وكيف لا والله مولي النعمة أظهر في ذا اليوم تلك الرحمة وطحر الأرض من الأذناس وشمل الربيع كل الناس فرحم الله رأى أن قد عظما أيام مولد النبي واحترما والمعنى أن الناس يفرحون بنعمة ويتصدقون ويمدحون سيد الأنام ويذكرون مولد الختام وبعثه والهجرة السنية والهدي مع أصافه البهية وما شرى له من الجهاد مع العداف الغور والأنجاد وحبه ونصره وسيرته تذكرة لأجل نشر دعوته ويجعلون الحفلة في النوادي باللبس والذبح بلا فساد والاختلاط المرء والمرأة أو سماع لاغان الموسيقية أو تبرج أو غير ذا من البدع فإن ذا محرم قطعا فدع به كغيره من الأعياد فاصلي لنظم العالم الجوادي ففيه ما يشف الجهول من نقول العلماء من كل جيل بالدليل فإنه نظم جليل الراقي شمر عن ساعده والساقي ولا تصخ لمنكر معاندي أعمى بليد ما له من قائدي يقوده الهوى إلى العنادي ولم يعظم أفضل العبادي واتبع كلام العلماء الراسخين التابعي سنة خير المرسلين فإنهم قد أوضحوا السبيل والدين لم يبدلوا تبديلا وسر على نهج الرعيل الأولي فما لنا إلا اتباع أولي وكن فطينا مصفا لا عقلي يزن حوادث الوراب النقلي ولا تقول في كل محدث حرام بل فيه تفصيل أجلاء الأنام فقد يكون بدعة مستحسنة أو بدعة منكرة محرمة أو من مباح البدع الحلالي بحسب الحادث من أحوالي يجري على القياس في الأصول فارجع إلى مدارك الأصول كما حكاه العز في القواعد مشمرا عن ساقه والساعدي نعم وجل مع الدليل حيث جالا ولا تقل الدين كالرجال أحرار عاع سفهاء أحلامي قد خالفتهم جلة الإسلام وأبطلوا حجتهم وقصموا ظهورهم والمصطفى قد عظموا واسمع كلام العالم الرباني الهاشمي البحري للإتقاني تبا لقوم سفهاء أحلامي لم ترضى مرتضى ذو الإسلامي لم ينكروا من محدث الأعياد عيدا سوى مولد طاه الهادي ما إن تعرضوا لعيد الشجرة أو عيد الاستقلال أو عيد المرة رقت لهم من نحوه الزريبة يعني الحيط أو حيط وهل لها مسألة غريبة تنبئ عن صحة الانتساب للمذهب الزائض والإرهابي ربي بجاه المصطفى ومولده وآله وصحبه وعترته طحر قلوبنا من الأمراض واشفي الجسوم أنت رب القاضي اللهم صلي على محمد وعلى الله وصحبه هذا هو حد المولد النبوي إذا أردنا أن نستصل المسألة بأصلها فقولوا لي أي عالم إنساني إلا وعظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى مولده الأصلي الذي برز فيه إلى الكون هذا كلام علماء الأولين هذا كلام السيطي هذا كلام ابن حجر وأول من أحدثه يعني المولد النبوي باحتفال هائل بعد الفاطميين هو ملك إربلا كما قال محمد الحسن الخديم محمد الحسن الخديم من عمنا العلامة بن حسن الخديم حبيب الله تعالى قال مثلا وملك إربلا بعض الصالحين قفا فيه وكان من الأجوادي من الأجوادي من الأجوادي الكرامي الأجوادي فأول من أحدثه في القرن السادس ملك إربلا وكان يأتيه من أنحاء البسيطة الأرضية من علماء الأمة وصالحيها وأوليائها وأكابرها ما يقصر تعبير عنه ويزل فيه العطايا الكثيرة ويذبح فيه الزباح الجزيلة ويعطي فيه الهدايا العظيمة ويتفرق الناس هذا أول ما اشتهى راودنا فهذا ألف قرن تقريبا أول مبادر القرن السادس ألف قرن عشر مائة سنة كيف نعارضها بما هو جديد عشر مائة سنة والحافظ العراقي يكفي كمال الحافظ العراقي من أن كل المعمورة الأرضية يحتفلنا بهذا المولد في أنحاء هذا كلام الحافظ العراقي كذلك الإمام السيوطي وكذلك ابن حجر فقد نص في ذتواه قال سئلت عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي فقال ظهر لي رده إلى أصل من السنة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشراء فسألهم لماذا يصومونه والحدث موجود في الصحيح فقالوا نصومونه لأنه يوم نجي الله فيه موسى وأورق فيه فرعون فقال نحن أولى بموسى منكم وأمر بصومه وكان واجبا في أول الإسلام حتى فرض الله تعالى صوم رمضان فبقي ندبا هذا الأصل فقال استخرجوا على ذلك الإمام السيط استخرج له أصلا الإمام الحطاب استخرج له أصلا إمام النووي أبو شامة قال من أحسن ما أحدث في أيامنا هذا ما أحدثه يعني أحدثه في بلد العراق يعني في مالك أربلة من جمع الناس على مولد النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح به هذا الشيخ النووي اسمعوا أبو شامة الشيخ النووي واسمعوا العراقية واسمعوا يعني جميع المعمور الأرضية من المسلمين مذاهب الأربعة اسمعوا كلام الدسوقي اسمعوا كلام الموني شارح خليل قال ويكره صوم يوم مولدي لأنه عيد من عياد المسلمين في باب مكروهات الصوم من شارح خليل إذن هذا كلام العلماء وأدلتهم على ذلك مفسوطة لكن خلينا نكونوا واقعين قلوا لنا ذرة من العالم الكوني ليس الإنسان فقط إلا واحتفلت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنروا بحلول البأس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمي والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساه العين من سادمي وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين غمي كأن بالماء ما بالنار من ضرم حزناً وبالماء ما بالنار من ضرم حزناً وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم فالعلم كله تأثر بتلك الليلة وتدلت النجوم وأطاعت قصور بصراء وأمكرة في الشام وفي العراق والدنيا كلها بهرت وخلص الملوك والأصنام تناكست فما لها قيام أي أظهار فوق هذا وأي أظهار للمولد النبي نبوي فوق قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحه نحن فقط نتذكر هذه الرحمة ونفرح بها ونجعلها كذكريات الناس ما تعرضوا لعيد الشجرة وما تعرضوا لعيد الاستقلال استقلال دولة فقط هذا استقلال عالم إسلام كله ونصرته ودخوله في دين الله تعالى وسبب دخوله للجنة كيف لا يتذكرنه سنوياً أقل احتمال ومن قاس هذا على أن الصحابة لم يفعلوا فهذا قياسهم في غير محل النص فالصحابة موجودون ما كانوا يفارقون رسول الله سلم وما كانوا يتركونه لحظة فهذا أبو بكر ننظروا شمائل الترمذي وشروحها كانوا يجدونه أبو بكر رضي الله تعالى في الشوارع يتمس رسول الله سلم فيقوله يا أبا بكر ماذا لي أخرجك الآن يقول اشتاقوا إلى رسول الله سلم قد فارقه لساعة واحدة وهذا عبد الله بن أونيس لما ذكر له رسول الله سلم أنه قبض قال اللهم اخذ بعيني حتى لا أرى أحدا بعد حبيبي وهؤلاء الأنبياء يستقبلونه في بيت المقدس ليرحبون به وهؤلاء الأنبياء يرافقونه وهؤلاء الملائكة يرافقونه ليلة الإسرائيل يخدمونه وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تختريق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدعش ولمستبق من الدنو ولا مرقل المستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوضيت بالرفع مثل المفرد العالمي كي ما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فالترك أيضا عند كثير من الأصليين لا يعدوا دليلا كون الصحابة تركوا قالوا لإهتمامهم بأمور في ذلك الوقت أكثر ضرورة لأنهم مشغولون بالجهاد ونحن مشغولون بماذا نحن مشغولون به خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة من ذريد كلكم مملوء بطنه ومشغول برفاهية زوجته ومشغولون بتفكير عن شهادة أوروبية أو شهادة غربية ويمدحها الليلة والنهار ويبارك للعالم بقدوم السنوات الأسنة الميلادية وبكريسمس وبكل أنواع الوجور الذي حرمه الله تعالى وينكروا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفال به فهذا الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية يقول فرحم الله جعل أيام كل الشهر أعيادا ما قال احتفالا أنا لا أقول له احتفالا أقول له عيد أحب من أحب وكره من أكره جعل الله جعل أيام هذا الشهر أعيادا ليغيظ من في قلبه داء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المواهب اللدنية للإمام القسطلاني وهذا بن حجر العسقلاني وهذا جميع الأمة الإسلامية أمر كتبهم هذا الشيء مفروغ منه فالتطفول الآن عليه ورده رد لمفروغ منه هذا كلام أمناء الرسولي ورازهم حملة المسائلي أهل الفنون والقرون الأول فليقبل الناقيد أو لا يقبل ولكن كما قلت لكم المعنى أن الناس يفرحون بنعمة يتذكرون مولدنا صلى الله عليه وسلم وينشدون الأشعار الجميلة ولا يختلط الرجال والنساء ويتصدقون وهذا مما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أفرح ما يفرحه أن يتلاقى المسلمين وأن يتحدثوا عن ما أمن الله تعالى عليه في هذا الكون من فضله سبحانه وجل جلاله ومن نشر الإسلام ومن ذكر سيرته العطيرة وتزاون الناس فغطها لا يزيد على هذا من زاده على ذلك فهذا بدعة وقولنا أنا أي جمعة الآن تخلو من المناكل سنحرم الجمعة أو أي يعني عيد عندكم كما تقولنا عيد الشرعي عيد العطحاء أو عيد الفضل من رسول الله سلام كم تفعلون فيه من المعاصي والملابس السيئة واختلاط الرجال والنساء سنقول العيد من فيه من أصله هذه العبرات ليست من الأوصاف إذا انتهت الأوصاف خلاص فالأصل أصله وإذا وجدت الأوصاف الأوصاف هي المانعة الأوصاف هي المانعة معناها سنحرم عيد الفضل من رمضان ونحرم عيد الأطحاء ونحرم صلاة الجمعة ونحرم دخول المساجن ويكون هذه المشكلة هذا يقال له إعمال أذهان الضعاف الباعوط مع أذهان الأشراف الجبال الذين تقدموا هذا يعني كلام أمناء الرسل والراثهم حملة المسائل أهل الفنون والقرون الأول فليقبل الناقيد أو لا يقبل ومن له سؤال فليسأل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأهنكم جميعا بقدوم ربيع الأول وأسألكم الدعاء لي ولوالدي ولمشايخي ولذوي ولكل من تعلق بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك يشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك واتفلك سبحانا ربك رب العزيزة عما يصبون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنع بنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنع بنا ربنا أتنا من لدنك رحمة مهجي لنا من أمنا رشدا ربنا أتنا من لدنك رحمة مهجي لنا من أمنا رشدا ربنا أتنا من لدنك رحمة مهجي لنا من أمنا رشدا يا ربي بجاه نبيجيك المصطفى ورسولك المرزطى طهر 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 قلوبنا من كل بس يبعدنا على مشاهدك ومحبتك وم inspنا على السنة والجماعة والشغ إلى رقاعك يا الجلال يصر وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى المحمد كفا صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبارك على محمد وعلى المحمد كما باركت على إبراهما على الإبراهما العالمين أنك حمد المجين سبحانك اللهم وبحمدك يشير الله إله إلا أنت استغفرك ويتقوله سبحان ربك رب العزيزة عما يصينا السلام على المسلمين ورحمد الله رب العالمين